موسيقى سهلا وعشاركم بروكا في هذا الفيديو سوف نرى 4 عجائن سوف نحتاجهم في المائدة الرمضانية ونحتاجهم في المناسبات وفي البلاطو مملاحين في الأيام العادية ممكن تخدموا بهم في أي وقت ونعطيكم حتى طريقة الاحتفاظ فخليكم معي بشوفوا لوحة المقادير ونرى الطريقة مع بعض موسيقى وعلى بركتي أول حاجة نبدو بها البطبط الموكونات تحتفظوا بالوصفة كاملة بالنسبة لبقادير نبدو بالناشف نخلطهم على السكر والملحة ثم نضيف الخميرة الفورية ونضيف الخليط نجمع الماء بالنسبة للماء المطبطي نجمع ملعقة كبيرة ونضيف ربع ملعقة ملعقة كبيرة وربع الخميرة نضيف الخليط ونضيف الخليط ونضيف الكاملة ونضيف ونضيف مجمع الماء ونضيف ونضيف خل ونضيف الخل لأنه يجعلها يبقى مدى طويلة ونضيف 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 نجاح الوصفة نجاح الوصفة نجاح الوصفة نقطعها بل قطعها نقطعها بل قطعها و قطعتها بالموس و نضعها على مين دي بعد فرحة نفخ فرحة الان بعد فرحة نقلبها حتى تنفخ لا يوجد بولشة لا يجعل الكثير لا يدى الان نفخ كما تلاحظون هنا انفا قلبتهم بدأوا كي تنفخوا شاركتهم معكم يعني حاولت انني نعطيكم جميع النصائح باش نجح معكم بطبوط ثانية عجينة نبدو بها هي عجينة البيتزل المعتمدة عندي دجا كنخدم بها سواء بني اسبايلة كنتو هتخدموا بها مباشرة او لكنتو هتخدموا بها يعني غاتطيبوها نص طيبة عاد تخدموا بها او هتحتفظوا بها في المجمد طريقة كما العادة كنعجنوا جميع المكونات لدينا كنحاولو ندخلو الزبدة في الدقيق دينا ثم كنضيفو ديك رشيشة الخل إلا كنتو هتحتفظوا بها في المجمد إلا ما كنتو هتحتفظوا بها فما كي احتاج شي انكم توضعو فيها الخل سنبدأ كنجمع بالحليب هنا بنسبة الحليب رغم ماشي ضروري ممكن جمعوها بالماء ممكن تخلطوا الكمية ديالة الحليب مع الماء و جمعوها العجينة في الأول كتكون كتلسقي يعني كتجيكم بحلف شكل ديال الخبز فما تخافوش منها لأنكم حتكم و انتم كتخدموها وهي كتشرب داك الحليب فما كيبقاش نهائيا كيبا في اليد ديالكم كيفما بالنسبة لي كتبغيها مقرم شبزة فرها ممكن تتزولوا منها ربع كأس ديال دقيقه تعودوه بالفينو او لنسف كأس تعودوه بالفينو اعواض الدقيق هنا من بعد ما جمعت العجينة كنخليها ترتاح ريثة ما كنوجد الحجو ديالي او إذا كنتم تقطعوها و تحتفظوا بها في تلاجة يعني تطيبوها نص طيبة او لطيبوها كاملة غير باش تحتفظوا منها الفخماج من بعد فالطريقة هي انكم تخليوها ربع ساعة حسن لعشرين دقيقة يلا كنجو بارد كنتم تلقى على سطح العمل اللي كي يكون مرشوش بالدقيق هنا اذا كنتم تتعمروها مباشرة من الاحسن انكم تلقوها بالفينو و تجي فينا لكن اذا كنتم تحطفوها في المجمد او لكن تطيبوها و تحطفوها في المجمد فمن الاحسن انكم تلقوها بالدقيق فقط سنطلقها تكون رقيقة بالنسبة لي انا كهذا اختيار شخصي كتعجبني العجينة للبيتزا كتكون رقيقة فكل الاخوات اللي جا تتعجبون كتكون غليضة هي في المنظر كتجي احسن فانا كيعجبوني رقاق كيبقى هذا اختيار شخصي لانا هم بالنسبة لي يجيوني احسن لاناني كان اكون العجينة كنكمل التقطاع ديالي و كنجمع العجينة هي اللويل عاد كننبدأ كنطلقها الباقي اللي عني لانا ريثا ما كان كنكون ساليس هاد العجينة كان كنتقبتها بالشوكة فكتكون العجينة اللي حتفت بها في بلاستيك غذائي بدأت كترطاب باش كتسهل عليكم انكم تتلقوها و ما كترجع تجمع معاكم باش ما كتديفورماش او لما كتديفورماش شكل اديلها ستكيها و سنطيبها على فرح هنا كنتو ستعمروها فوضعوها في الصينية و عمروها بالحجو و دخلوها للفرن إذا كنتو ستطيبوها نصطيبة كتجيبو فرح اللي يكون سخون كتطيبوها نصطيبة و عاد تحتفظو بها بالنسبة لي انا فغاد نعمرها غير بالطول من بعد فلي هاد طيبتها يعني حتى تحمرت شي شوية و عاد غاد نقلبها الجيهة الاخرى و هكذا حتى نحتفظ بهم في المجمد كتيرا اول حاجة كنوضع الدقيق و المكونات الناشفة اللي عندي ثم الزبدة صراحة ان الزبدة كانت عندي باردة و وضعتها في الحليب اللي ديجا كان عندي دافي باش هكا تطلق معي امانتوما إلي كانت عندكم الزبدة دافية فوضعوها مع الدقيق مباشرة و خلطوها فان هذه الطريقة فقط مليك تكون عندي الزبدة باردة كنوضعها كنبدأ كنجمع بالحليب راه ممكن الحليب تعوضوه تنقص الكيميات الحليب و تكملوها بالماء و نبدأ كنجل العجين حتى كنحصل على العجين اللي كتكون منساج ماء بحال هكا كنحاول ندلكها مزيان باش كندخل فيها المكونات مزيان و الزبدة كتدخل فيها مزيان عاد كنحتفظ بها بلاستيك غدائي بالنسبة مرحلة دي العجين راه ممكن انكم تعجنوها ممكن لا فبنسبة لي انا كنعجنها باش كتجي ارتباء معي كنغطيها بلاستيك غدائي و نحتفظ بها حتى كتتطلق تقريبا بحالي كتبدا كتتخمر و عاد كنبدأ و كنطلقوها هنا بالنسبة الاخوات اللي بغا تطلقها مباشرة صراحة كتعدب لان كتبدا كتتطلق سنأخذ العجين كما سبق لي و قلت انا دائما العجين اللي اعطيت لكم في المقادير او المكونات فانا ضربتهم في ثلاثة او لا ضربتهم في ثلاثة عفوا هنا سنقسم العجين بالنسبة لي انا بغاية الاقراس يكونوا صغير درت فيهم 84 جرام بالنسبة لي كنتم مية لكن تخدمهم الطاكوس كبير فضعفوا الكيميان يديروها مثلا 200 جرام ولا 94 او 97 جرام كيف يبقى لكم الاختيار نديرو الكورات اللي ممكن يناسبوكم بالنسبة لي انا انا بغيتهم صغار شي شوية لانا ما بغيتهم مش غير طاكوس بو حديثهم بزاف ديال حويجات فليهذا استعملت فيهم 84 جرام من بعد ما كان انا نصنع كورات كان بدأ باول كورة تلقتها و كان بدأ كنت تلقها بلا دقيق هنا اللي بغا تتعمل دقيق راه ضروري انكم تخدموا باللي بغيتوا يعني ممكن انكم تخدموا بها ممكن لاني ماشي ضروري دقيق انكم تودعوها طريقة صراحة لي كنت تلقى غيشة شوية بالمدلك و كانت تلقى بحالي كان هزها بيدي العجينة من كل جانب و كانت نجبتها على هذا الشكل لكن بحالي تصيبوا الخبز اولى الحرشة حولوا دوك القناس بحالي تقدوم باش يجيكم الدائرة ما يجيش فيها دوك العويجاجات و كان رجعون ندوز عليها بالمدلك باش كتجي مقدة كان طيبوها على الفرح في كل مرة كانت طلق واحدة كانت نطوزها على الفرح طريقة الطهي ديالها اننا كانوا مباشرا بعد ما نوضعها كنقلبوها على الجهة المقابلة انفوها كي بدو كي تلعو فيها الفقاعة كان قلبها واحد جهة كتتحمر شي شوية واحد جهة لكي ما كتلاحظو كتجي فتية ورطيطبة و كان نحتفظو بها ضروري في منديل اللي بدورو كمكون وضعنا في بلاستيك غدائي بالنفس الطريقة سوف نطلق حبة اخرى و بالنفس الطريقة كان بدو كنجبدو من الجوانب كما كتلاحظو يعني بعد كل مرة كان قلبها فاش كتسهل علي انني نجبدها كما كتلاحظو كم قلبت في الجوانب و كان حاول انني نقادلها دوك الاطراف باش ما كيجيوش بينين انني جبدتهم بيدي و ثم كان دوزهم في الفراح كما العادة او للمقلات الثقيلة كان طيبو على الجهة وحدة كتكون طيبة جهة اخرى كتكون شوية ام حمراء كم بعد ما كان سالي الكمية كلها دائما كان حتفضو بيها بمينديل و دورو داك المينديل كيكون في بلاستيك غذائي و كان خليها حتى كتبرت تماما عاد كنوضحها في المجمدين نقسمها في بلاستيك غذائية و نوضحها في المجمد كما كتلاحظو ممكن تصيبو بيها اي حاجة هاد العجين كيجي رائع بزاف و من الاحسان ما تحتفضوش بكمية كثيرة ندوسو تاب العجين ديال الكيش اللي كان صيبوه بلابط بغيزة او للعجين المكسر كما قلت لكم من قبل انا في كل الكمية اللي حتتت لكم انا ضبطتهم على ثلاثة ننتم هادروا الكمية غير صغيرة إلا كنتو غات تخدمو بها لراسكم إلا كنتو بغيين حتفضو بها في المجمد بحالي وضعت انا فضعفو الكمية او لضربوها في ثلاثة كنوضع باول حاجة بنسبة لابط بغيزة انا عطيكم ما حاولت انني الفيديو نخليه كيف ما هو و خسر رعتو شي شوية ولكن خليتو كيف ما هو باش ممكن انكم تتاخدو جميع النصائح اللي غنعتكم فبالنسبة للزبدة كما كتلاحظوا اخسا تكون بردة اول حاجة اول نصيحة ثاني حاجة ما خسناش ندلكوها يعني حتى كيت بس بس الخالط وانما كنخليه في هادي موصولي كيكونوا باينين ثم ما كنخويه الوساط بحال هكا وكنوضعو في الحبة ديالة البيضة ديالنا وثلاثة ديال معلقة ديال الماء ممكن استعملوا غير ملعقة واحدة فانا دائما كستعمل ملعقة واحدة كتكون كافية وخصوصا في الجوم اللي كيكون سخون فكتكون معلقة واحدة كبيرة كتكون كافية كنحاول انني العجينة مخصاش نهائيا تدلك او لا تجمع بقسوة كتتاخد شوية دلوقت ولكن غير خدو معها بلمهل لانا ما كتكون كمية صغيرة راب سرعة عكس اذا كانت كمية كبيرة فكنحاول انني بحالي كان جبد عندي المكونات وكندلك كان معكهم بيدي بحالي كان ضغط عليهم باليد ديالي باش كتجمع معي كما كتلاحظو كنحاول انني غير بشوية كنجمعهم باش كنحصل على عجينة اللي كتكون راح لش كتماع عجينة مكسرة يعني كتكون كتتكسر غير بحديثها ما كتدلك ما كتجمع سينو من اللي كتصيبوا لكش ديالكم او لا كتصيبوا بهم شي حاجة فكتبدأ كتتهرس او لا كتتجمع عفوان من اللي كتطيب كتهبط على المول ديالكم ولا على القلب ديالكم فهذا هو السر انه ما تهبطش معكم من صيبوها في القلب وخصها ما تدلكش يعني كما كتلاحظو انا كنجمع غير كنج نحن بدي المكونات وكن ضغط عليهم بدي صافي هادي الطريقة الصحيحة انه ما كتخدموش نهائيا يعني كدلكوها بديكم ولكن تخدموش نهائيا يعني كدلكوها بديكم ولكن تخدموش نهائيا هي العجينة هي والعجينة المرمل هما دجوج الحوايج اللي ضروري انا كنخدموهم بدينا وماشي بالعجانة خاص يكونوا فيهم طروفة ديرت الزبدة من بعد ما كنجمعها مباشرة كنوضع بلاستيك غذائي ونحتاج بها ساعة جو ساعة النهار 24 ساعة شحال ما أبغيتو ممكن تحتفظو بها يعني كهي عجينة كيف ما هي من بعد كنجيب بلاستيك غذائي اولا نجيب ورق ورق الطهي نوضعها بين جوج ديال ورق الطهي قبل جوج بلاستيك ونحاول نتلقاها ولكن في الوزة متل مدلك الصغير صراحة ما ما ساعدني شو أخديت هذا كنقول عليه الدبوزة فهذا صيبتو عند النجار كانوا بزاف دل أخوات تسولوني فيديوهات من قبل هاد المدلك ديال الخشب فأنا صيبتو عند النجار لأنه تقيل وما غدش تلقوه في فصل الأسواق من بعد كناخد الد كناخد ديال العادي يعني صافي من بعد ما طلقتها لأنها تكون قاسحة شوية وكان نطلقها على هاتشكل كيف ما كتلاحظو القطاع ديال الزبدة يبقى هاكا كبينين وكتبقى هاكا كتلصق حول ما أمكن أنا كم ما توضعوش الدقيق بنسبة القواليب أنا استعملت هادو كبار شي شوية ومدهنتهم بلاب زبدة لاب تحجي لأن العجينة هي بنفسها ما كتلصقش يعني القالب بخا يكون عندك يلصق هاد العجينة رهم ما كتلصقش لا هي للعجين المرمل فكتكون فيهم كمية زبدة ك كمية كثيرة فكتلصقوش يسجلو ما كي مكي مكي دلسقوش نهائيا في القوالي من بعد كن بدأ كننسقوش في القوالي بطريقة هو كتالي أنا كن وضع القرص يكون شوية غليط وكان بدأوا غير بالإبهام ديالنا كنضغطوه ملتحت ماشي من الفوق ملتحت باش جينا ديكلا باقتين الفوق تكون غليطة شحال ما كانت يعني رقيقة شحال ما كيتتحرق لكم الكيش تكون ما غليطش بكمية كثيرة وما تكون شعو ساني رقيقة كثرة من القياس كما كتلاحظو خصدوك الدوائر سوف أعطيكم كذلك طريقة كيفاش كنجمعوها هو أنا ما كان دلكوهاش كيف ما هي هدوك للبقايا كنجمعوهم وكان وضعوهم في بلاستيك غذائي وكان احتفظو بهم مرة أخرى من بعد ما كان كنكمل كمية اللي عندي الواسط يكون رقيق والفوق يكون بحال هكا يكون غليط كنت كيهم بفرشات باش مكي تنفخوش معايا وممكن أنا كنت تعمروهم باللوبيا ولا بالحمص باش مكي رجعوش يتنفخو معاكم أكثر أنا ماشي مشكل خليطهم كيفما هما ووضعتهم في الفران فران كنطيبهم لتحت شوية تكيت حمروا وقعد كنديلهم شوية الفوق او لا دلوا الفوق والتحت الفيديو ديالنا ديال لوم وصلت النهاية ديالتها نتمنى ان تكونوا استفدتم هاد الفيديو وتحتفظوا به هاد الفيديو الآن فعلا غدي تنفعكم نتلقوا ان شاء الله في مهجنات اخرى ونقبلوا البقية اللي بقت لنا نتع المهجنات خليت لكم راحة وعشكم بروكا الى اللقاء في ملتقى اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة